يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون سبيل الأتقياء في سير الأنبياء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد ذا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعزائي المشاهدين والمشاهدات مرحبا بكم في هذه الحلقة السادسة من سلسلة سبيل الأتقياء في سير الأنبياء ما زلنا معاشها الأحبة مع سيرة سيدنا نوح عليه السلام وقد مر معنا في الحصة الماضية أن سيدنا نوح عليه السلام كان من أطول الأنبياء عمرا ومن أطول الأنبياء دعوة حيث دعا قومه تسعمائة وخمسين عاما قال الله سبحانه وتعالى وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون هذه الآية على وجازتها لخصت لنا قصة نوح عليه السلام أولا بيّن الله عز وجل أن نوح عليه السلام نبي مرسل أرسله الله عز وجل إلى قومه ثم بيّنت مدة دعوته لقومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ثم بيّنت الآية النتيجة وهي أن قومه لم يؤمنوا به فأخذهم الطوفان وهم ظالمون مرّة معنا في الحصة الماضية عناد قوم نوح رغم أنهم بقي معهم هذه المدة الطويلة واستعمل معهم جميع الأساليب الدعوية حيث دعاهم ليلا ونهارا وسرا وجهارا الدعوة الفرضية والدعوة الجماعية والدعوة بالترغيب والدعوة بالترهيب فجميع الأساليب التي يسلكها الدعاة بدأ بها سيدنا نوح عليه السلام فكان نبراسا للأنبياء والدعاة الذين جاءوا بعده ومع ذلك فإنهم كما وصفهم الله عز وجل عاندوا وردوا دعوة نوح وصدوه عن دعوته وكانوا يبثون في أبنائهم عداوة نوح عليه السلام كما قال الله عز وجل وَلَا يَلِدُونَ إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا بحيث إنهم كلما أراد أحدهم أن يموت يوصي ذريته ويوصي أولاده بأمرين ألا يسمع لنوح عليه السلام وأن لا يتبع دعوة نوح عليه السلام بعد أن يأس نوح من دعوة قومه دعا الله سبحانه وتعالى دعا عليهم فأمره الله سبحانه وتعالى أن يبني وينشئ ذلك الفلك الذي وصفه الله تعالى بالفلك المشحون هذه السفينة العظيمة التي أنشأها سيدنا نوح عليه السلام ذكرت في القرآن الكريم بأسماء شتى وكل اسم من هذه الأسماء يبين يعني مكونات هذه السفينة وهيئتها وعظمتها وما كانت تحمله فسماها الله عز وجل بالسفينة وأصحاب السفينة وسماها الله تعالى بالفلك ووصفه في آية أخرى بالفلك المشحون وسماها الله تعالى أيضا بالجارية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية وسماها الله عز وجل في سورة القمر بذات ألواح ودسر أي مكونة من ألواح عظيمة خشبية ودسر أي مسامير حديدية هذا الفلك الذي أمر الله سبحانه وتعالى نوحا أن يصنعه وكان في بلد ليس فيه ماء وليس فيه بحر وليس فيه يعني بحيرة يجري فيها هذا الفلك فكانوا يمرون عليه ويسخرون منه كيف تنشئ وتبني وتقيم هذا الفلك في هذا البر أو في هذه الصحراء التي ليس فيها يعني بحار ولا يعني ما ستمشي فيه هذه السفينة ولكن نوحا عليه السلام ينشئ هذه السفينة ويبني هذه السفينة وهو موقن بأمر الله موقن بأن الله سبحانه وتعالى سينزل مطرا يغرق فيه هؤلاء الجاحدون وهؤلاء الظالمون ولن ينجو إلا من ركب مع نوح في هذه السفينة قال تعالى ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فكان نوح عليه السلام يصنع هذا الفلك ويمر عليه أولئك الظالمون من قومه فيستهزئون به ويسخرون ولكنه يبين لهم أن العاقبة عليهم فإن كانوا هم الآن يسخرون من إنشائه وصنعه لهذه السفينة فسيأتي زمان سيستهزئ بهم ويسخر منهم كما يسخرون منه الآن نعم نوح عليه السلام أمره الله سبحانه وتعالى أن ينشئ هذه السفينة ويصنعها وأمره الله سبحانه وتعالى أن ينتظر الموعد الذي سيأتي فيه أمر إهلاك هؤلاء الظالمين قال تعالى حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور فسلك فيه قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومناما وما آمن معه إلا قليل حتى إذا جاء أمرنا إذا جاء أمر الله الموعد الذي سيهلك فيه هؤلاء الظالمون أمره الله تعالى أن يحمل معه في هذه السفينة من كل زوجين اثنين أي من كل نوع من أنواع الحيوانات زوجين فكانت كما وصفها الواصفون ذات ثلاث طوابق ذات ثلاث طوابق السفلي منها كان للحيوانات ذوات القوائم الأربع والزواحف والطبق الأوسط كان فيه نوح والمؤمنون الذين معه والطبق العلوي كان لسائر الطيور التي يعني تطير في الهواء وحمل معه من كل جنس ومن كل نوع زوجين لتستمر بهم الحياة وتستمر بهم حياة هذه الأجناس وحياة هذه الأنواع بعد بعد الطفان قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك وأهلك المؤمنون بك الذين آمنوا بك من أهلك يعني من ذريته حيث يعني آمن به بعض بنيه ولم يؤمن أحدهم كما سيأتي وكذلك لم تؤمن زوجته يعني ومن آمن أي والمؤمنون الذين آمنوا به طيلة فترة الدعوة قال تعالى وما آمن معه إلا قليل ذكر بعض أهل التفسير أن عدد الذين آمنوا بنوح عليه السلام طيلة تسعة قرون ونصف ثمانون شخصا ثمانون شخصا بمعدل يعني عشرة أفراد في في مئة سنة يعني هذا يدل يعني على أن العدد الذي آمن بنوح عليه السلام يعني قليل جدا وهذا فيه درس للدعاة الذين يدعون إلى الله أن يصبروا في دعوتهم وأن يعلموا أن الاستجابة ليست بيدهم وأن أمر الهداية بيد الله سبحانه وتعالى إن عليك إلا البلاخ الهداية بيد الله عز وجل أما المرسلون والدعاة فما عليهم إلا أن يبلغوا دعوة الله فكان يؤمن به شخص واحد في 12 سنة بمعنى أنه يستمر ويواضب ولكن حينما يأتي الحساب يوم القيامة هل سيسأل لماذا لم يؤمن الناس بك أو لماذا لم تأتي بأكثر عدد أو أكبر عدد من المؤمنين وإنما سيسأل هل بلغ هل أدى الرسالة هل أدى الأمانة هل بلغ الرسالة هل نصح الأمة أم لم ينصح فإن فعل ذلك فهذا هو المطلوب منه ونؤمن نحن في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن جميع الأنبياء أدوا رسالة الله كل الأنبياء أدوا رسالة الله وأدوا ما عليهم فنحن حينما نعترف في أركان الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره فأنت عندما تؤمن بالرسل يدخل في هذا الإيمان ضرورة أن تؤمن بأنهم بلغوا رسالة الله وأدوا ما عليهم وتشهد له يوم القيامة وذلك لأن الله تعالى جعل هذه الأمة أمة الشهادة قال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا فنحن نؤمن بأن سيدنا نوحا عليه السلام قد بلغ رسالة الله وأدى ما عليه فمن الذين آمنوا به بعض أهله ومن الذين لم يؤمنوا به ولد من أولاده لنعلم أن الهداية بيد الله فنبينا صلى الله عليه وسلم لم يؤمن به عمه أبو طالب رغم أنه كان يحيط به أربعين سنة وهو يمنعه ويناصره ولكنه لم يؤمن عمه أبو لهب لم يؤمن وكذلك نوح عليه السلام أحد أبنائه لم يؤمن به حينما يعني بدأت تنزل تلك الأمطار التي أمر الله عز وجل أن تنهمر قال الله عز وجل ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر على أمر قدره الله تعالى وهو إهلاك هؤلاء الظالمين حينما بدأت هذه الأمطار تنزل من السماء مغزارا ومدرارا ومكثارا ورأى نوح ولده مع الهالكين يريد أن يغرق مع الغارقين نصحه قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين غارق هذا الولد حيث لم يسمع لأبيه ولم ينتصح بنصيحة أبيه وهذه فيه رسالة أيضا أن يبذل الإنسان جهده يعني في الدعوة إلى الله تعالى عموما وخصوصا الدعوة خارج البيت وداخل البيت تبدأ بنفسك تبدأ بزوجتك تبدأ بابنتك تبدأ بولدك تنصح وفي النهاية تعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى حينما يعني غرق ولد نوح تأثر نوح عليه السلام ودع الله عز وجل رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح إنه ليس من أهلك الحقيقيين الذين يعني يستحقون النجاة لماذا؟ لأنه عمل عملا غير صالح ولم يؤمن بك وكفر بما أنزل عليك وكفر بدعوتك ولم يتبعك إذن فهو ليس من أهلك نعم بعد ذلك أمر الله سبحانه وتعالى هذه السفينة أن تستوي على الجودي على جبل اسمه جبل الجودي هذا الجبل ذلكم الجبل هو الذي استوت عليه السفينة ولم يبقى أحد من قوم نوح إلا الذين آمنوا به والذين كانوا معه في السفينة ولذلك إمامنا مالك رحمه الله شبه السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم بسفينة نوح قال السنة كسفينة نوح من ركب فيها نجا ومن لم يركب فيها غرق سنة النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نركب فيها وأن نتمسك بها وأن نعض عليها بالنواجد فهي سفينة النجاة ومن لم يركب فيها كان من الهالكين وكان من المغرقين فعلامة النجاة هو باتباع نوح عليه السلام والركوب معه في السفينة فمن ركب كتبت له النجاة ومن لم يركب كتب له الهلاك ووقع هذا الحدث في يوم عاشرة يوم أنجى الله فيه موسى ويوم أنجى الله فيه نوح ولذلك ورد في الأثر أن نوحا عليه السلام كان يصوم هذا اليوم تعظيما لله تعالى وكان يصومه موسى عليه السلام ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أمر بصوم هذا اليوم حيث سأل اليهود لم تصومون هذا اليوم قالوا يوم نجى الله فيه نبينا موسى فنصومه إكراما لنبينا موسى فقال عليه السلام أنا أحق بموسى منكم فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأوصى بصومه نوح عليه السلام يعني معروف بالصيام وكان يكثر من الصيام والعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ووصفه الله تعالى بأوصاف منها أنه كان عبدا شكورا وصف الله تعالى بأوصاف كثيرة منه أنه كان عبدا شكورا كان عبدا صواما كان عبدا قواما كان عبدا يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بسائر أنواع القربات فلذلك أثنى الله عز وجل عليه في كتابه وأمرنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نقتدي به بسائر الأنبياء ونستفيد من قصصهم الدروس والعبر كما أمر الله عز وجل في قوله لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى فنستفيد من قصة نوح عليه السلام أنه كان من أطول الأنبياء عمرا ثانيا أنه كان صابرا في دعوته رغم أنها كانت مدة طويلة وكان الجيل بعد الجيل لا يلدون إلا فاجرا كفارا ومع ذلك صبر عليهم وحلم بهم كذلك صبره في الدعوة يعني بعد هذه المدة الطويلة ودعا عليهم فاستجيبت دعوته فغارق هؤلاء القوم المذنبون الضالون ومع ذلك يوم القيامة يأتيه الناس فيستشفعون به أن يسألونه الشفاعة فيقول لهم لست أهلا لها لأنني دعوت على قومي فغارقوا لأنني دعوت على قومي فغارقوا كذلك استفدنا من هذه القصة أن داعية عليه أن يصبر وأن يعلم أن الهداية ليست بيده فنوح عليه السلام رغم أنه استعمل جميع أساليب الدعوة وكان نبيا مرسلا مؤيدا بالوحي ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل ولم يؤمن بعض أهل بيته كولده وكزوجته التي ضرب الله بها مثلا في القرآن قال سبحانه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح ومرأة لوط كانت تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما قال ابن عباس الخيانة هنا ليست خيانة عرض وإنما خيانة في الدين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا أي أنهما لن يشفع في هاتين الزوجتين ولن يشفع أحدهم في أبنائه الذين لم يؤمنوا به ولم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لبعض أهل بيته آمنوا أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أغني عنكم من الله شيئا لا يأتيني يوم القيامة أناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم فنسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي ينفعنا يوم لقاء ربنا سبحانه وتعالى وأن يشفع فينا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعباده الصالحين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون يا من أجبت دعاء نوح فانتصر وحملته في فلكك المشحون يا من أحال النار حول خليله روحا وريحانا بقولك كون